السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم بحر المنسي من قراءة سماء المحبة قراءة فنجان وطروط تفصيلية لمواليد برج الاسد بإذن الله من يوم 15 فبراير وحتى يوم 30 فبراير 2022 بس أبما يبدأ الفيديو لو أنت هدين معنا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك التواقعات الشهرية والإسبوعية لبرجك والحجز قراءة خاصة رقم الواتس مكتوب قدامكم على الشاشة تقدر تتواصل معايا من خلال رقم الواتس نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم برو بالأسد الفيديو مترجم لعدة لغات الحدث هو برو بالأسد الفيديو من خلال رقم الواتس لا تستطيع التخطيط للمستقبل أو لا تستطيع وضع احتمالات للمستقبل وإن وضعت احتمالات للمستقبل لا تستطيع تصديقها تحديداً ثري أوبينتكال يعني مستقبلك المالي أو مستقبل الشرقات المالية عندك تحديداً ثري أوبينتكال الحدث هو زاستار والدافع تن وبينتكال والنتيجة فورف كابس إذن فالحدث زاستار يعني ليه علاقة بحلمك المهني أو ليه علاقة بحلمك العاطفي عندك الدافع تن أوبينتكال يعني أنت عايز حاجة معينة في وضعك المهني دي نتيجة مالية معينة أو عايز النتيجة دي في وضعك العاطفي سواء عايز مبلغ مالي معين في وضعك المهني أو عايز استعادة حياة أسرية رائعة في وضعك العاطفي أنت عايز مية في المية من حياة كاملة مهنياً وعاطفياً النتيجة لذلك الحلم هي فورف كابس بتواجه صعوبة في الرضا عن الحياة بسبب أنك أنت عايز الحياة كاملة يا مولود برج الأسد أو حلمك حياة معينة بتواجه صعوبة في الرضا عن الواقع أو الرضا عن الحياة ودولك كده الأحداث الرئيسية عندك في هذه الفترة نبدأ الأحداث الفرعية وإنت حدست في الأحداث الفرعية عن الرئيسي فأنا بتحدث عن الكارت الرئيسي في الأحداث الفرعية سكس وف سوردز كينج وف بنتيكال زاماجيكال إذن فالدافع زاماجيكال الحدث كينج وف بنتيكال النتيجة سكس وف سوردز إذن فأنا بتحدث عن أن الحدث عندك هو حصول على مبلغ مالي كبير ده كينج وف بنتيكال يعني استقرار مالي كبير أو حصول على مبلغ مالي كبير في هذه الفترة من 15 فبراير وحتى يوم 30 فبراير بالإضافة إلى كارت زاماجيكال يعني بيكون عندك تأثير شديد أو قدرة على الإقناع شديدة أو قدرة على التأثير على المحيط الخاص بك شديدة مما بيؤدي إلى انتقالك إلى مكان آخر ربما يكون هذا الانتقال وخلي بالك كارت كينج وف بنتيكال يعني ربما أحد مديرينك في العمل وبيكون عندك قوة تأثير على هذا المدير فربما يكون هذا الانتقال اللي بيحدث معك في حياتك المهنية أي انتقالك إلى وظيفة جديدة أو حصولك على قرار لانتقالك إلى وظيفة جديدة أو ربما يكون هذا الانتقال عند بعض الأشخاص اللي بيمس عندهم الوضع العاطفي اي بعد الحصول على المبلغ المالي دوت بتنتقل الى منزل جديد او ربما في الحالات القصوى من الحظوظ هي سفر الحدث الثاني 8 of swords في النتيجة page of cups الحدث 9 of pentacle الدافع طيب page of cups page of cups يعني تحقيق انجاز رائع بيكون الدافع بتاعه الوصول لزروة النجاحات المالية او تحقيق 90% من الطموحات المالية الخاصة بك الا ان النتيجة بتكون مغيرة او معاكسة يعني بيكون عندك تحقيق الانجازات اقل من اللي انت كنت بتسعى الى تحقيقه الى تحقيقه زا سن نايت اوب انتكل 5 of swords نايت اوب انتكل كأنك بتجتهد نحو تحقيق نجاحات مالية عشان توصل لحلمك بتبزي المجهودات في العمل بتبزي المجهودات مضاعفة في العمل وبتستعيد طاقتك في النصف التاني من الفترة اي في السبع ايام اللي هم التانيين من بعد يوم 22 وحتى يوم 30 بتتضاعف مجهوداتك في العمل وبيكون عندك طاقة كثيرة طب الى ماذا ستنتهي هذه الاحداث هتنتهي الى as of wands مع for a pentacle مع for a pentacle for a pentacle يعني مع احتفاظك بمبلغ مالي معين او حصولك الدافع عندك bij a pentacle يعني حصولك على مبلغ مالي معين او نصيبك في ارباح معينة والنتيجة as of wands يعني بينتهي عندك المشكلة اللي كانت بتقلقك طوال هذه الفترة بحصولك على مبلغ مالي معين نتيجتك في ارباح او استثمارات او شيء من هذا القبيل او عمل او حتى علاقة عاطفية ولكن بيكون عندك في نهاية هذه الفترة حصولك على مبلغ مالي معين وبتنتهي هذه الفترة بشكل يعني ايه مرضي بالنسبة لك رسائل اركل لمعان من الداخل معزوفة كبيرة تمنى امنية اي الرسائل بتقولك ان الاوضاع هتكون رائعة بالنسبة لك في هذه الفترة منسجمة كثيرا او هتحظى بالفترة اللي تسمع فيها اخبار جيدة فتمنى امنية اخبار هتكون بالنسبة لك بمثابة تحقيق الامنية خاصة بك وارضاء لمشاعرك واشراقة بداخلك ستحدث رائع وكامل انجازاتك ستحظى بتقدير جيد وسيكون عندك يعني ما يشبه انسجام مع المحيط او انسجام مع الشريك لدرجة كبيرة وسط انشاق لانفاس النجاحات او الانجازات او الحياة الكاملة. العاطفية الكاملة مع شريك حياتك او مع اسرتك نبدأ راية الفنجان برج الاسد حالتك النفسية في هذه الفترة بص يا برج الاسد يعني مبدئيا اللي ينبغي علي ان انا اقوله ليك انك انت لا تجد السعادة المطلقة يعني برج الاسد نادرا لما بيشعر بالسعادة المطلقة او بالسعادة اللي هي اللي بيشعر بيها بقية الابراغ. ده نتيجة تفكيرك الجاد او زي ما قلتلك في بداية القراءة انك انت عايز مية بالمية عايز حياتك تكون نجحة بنسبة مية بالمية بس هتضحك من ناحية الدحك فانت هتضحك ظهر هنا هي اتسامة فانت هتضحك وهترضى عن احداث هذه الفترة بشكل جيد حتى ان رزقك لان ظهر هنا حدود حسان رزقك هيكون جيد او هتحصل على ما يرضيك من حيث الرزق الاحداث عندك هيكون عندك بعض التعب من اجل الوصول لشيء انت بتسعى للوصول اليه حاجة انت عايز توصل لها هتتعب شوية عشان توصل لها وبعد كده هيكون عندك حصول على مبلغ مالي زيادة على دخلك الشهري او على ناتبك نقدر نقول هيكون عندك بعض الاحداث في هذه الفترة شايف ان كلها من الاسرار العظمة فنبدأ نفقها واحدة واحدة او نفق الرموز واحدة واحدة من الاحداث الهمة عندك في هذه الفترة او انك بتنتقي بشخص ربما يكون شريك حياتك وبيكون عندكم تفكير عميق في اشياء كثيرة في هذه الفترة او تخطيط للمستقبل المالي لكما بيكون في بالنسبة يعني بالنسبة ليك يا مولود برج الاسد بيكون عندك حالة من عدم الرضا يعني ما بتكونش راضي جدا عن المستقبل المالي الا ان بيكون التخطيط جاد جدا او واقع ارض الواقع زي ما قلت لك انت كل شيء بيحاجة يحاول يرضيق الا ان بسبب طموحاتك العالية بتجد صعوبة في التقلم مع الاحداث من حولك ولكن انا افضل ذلك فيك افضل ذلك طبيعتك والله لا يخلق شيئا الا ان كان جميلا يعني الله بيخلق قلة جميل يعني ربنا خلقك جميل بطبيعتك ديك لانك انت انسان ناجح يا مولود برج الاسد بتوصل لنجاحات كثيرة بسبب طموحاتك العالية فربما عدم رضاك عن وضعك الحالي يبشر باوضاع جميلة في المستقبل لك او بمستقبل اامل وشايف هنا كمان تحقيق لسلام في حياتك او تصالحات بتحدث في هذه الفترة انتهاء الاخلافات وحصول على ارباح جيدة في خبرين رائعين في انتظارك وفي خبر هيصنع جمال في حياتك او هيصنع شيء حياة انت حابب تشوفها او حياة رائعة انت بتتمناها ونعود لبداية الفنجان تاني انك انت هيكون عندك مع بداية هذه الفترة حتى نهايتها سعي الى الوصول الى الحلم الكبير او سعي الى الوصول الى تمخاطق وكالعادة ان لا اتوقع لهذه الفترة فقط ولكن انت يا مولود برج الاسد هتظل تحلم وهتظل تتمنى الفترات القادمة في حياتك انك انت توصل لقمة احلامك واتحقق حلمك استمر يا مولود برج الاسد ولكن تخلى عن التفكير السلبي فكر باجمية وهي ما تنساش تلغط لايك عشان يوصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية لبرجات والحجز اقراءة خاصة رقم الواتس مكتوب قدامك على الشاشة تقدر تتواصل معي من خير رقم الواتس شكرا يا مولود برج الاسد السلام عليكم